مرحبا بكم فيديو جديد اليوم غدين هدروع على واحد المرض اللي معروف بالبرودة او الروماتيزم غدين شرحو شنا هو علش كي يجي غدين اعطيو الاعراض المهمين ديالو والطرق ديال الفحص الغوماتيزم هي اسمية اللي كتجمع الامراض اللي كيقيسو النسيج لتسيو كنجنكتيف اللي كيجمع غال اعضاء ديالنا والمرض اللي غدين هدروع ليه اسميتو البولياختخيط غيماتويد ومعنى تال تيهاب ديال بزاف ديال المفاصيل بسبب مشكل في النسيج اجيو نشوفو كيفاش مصوبي المفاصيل ونعطيو مثال بالسباع هاد الشكل ديال المفاصيل الاكتيكولاسيون سينوفيال مصوب من جوجة دام مغطين بواحد المخيط دا ارتباها باش مايتحكوش مع بعضياتهم وملاسقين بغشاء في خلايا كتصايبوا واحد الماء اللي كيحميلها دام دباي اللي عرفنا كيفاش خدام المفاصيل اجيو ندوزول المرض ديالو هاد البروداء ما عندهاش سبب بين ولكن كتجي حيط الجسم ديالنا كيبدا يحارب الخلايا ديالو وكيترا هاد المشكل بسبب جينات اللي كنناختو من عند والدينا وبسبب شنو كنديرو في حياتنا القاروت عفونات الى اخيره باش نفهمو كيفاش كيترا هاد شي كامل تبعو معنا مزيان من الجسم كيصاوب مضادات الاجسام ضد الخلايا ديالو كيدوزول الدم ومنتم كيوصلول شي مفصل فوصل المفصل كيصاوبوا الخلايا ديال المناعة واحد المواد اسمتهم هاد الاسيتوكين كيطلعون التهاب وكيجن دول مكروفاج اللي هما خلايا ديال المناعة كييكلوا اي حاجة خيبة وبالتالي كيطلع التهاب مني كيطلع التهاب كيتنفخ الغشا ديال المفصل وما كيبقاش كيدير خدمتهم زيان ومع الوقت كيبدأ يدخل في العظم وكيحردهم الجسم كيبدأ يصيب عروقة جداد بسبب التهاب ولكن دوك العروقة كيوصلوا كتر ديال مضادات الاجسام وفكها من وحلتها وهاتش اللي كي في السرقة والاعراض اللي هما الحريق في المفاصل كيفما كيوصلوا المفاصل مضادات الاجسام كيوصلوا حتال بلايسخرين في الجسم بحل الدماغ وهاتش علاش كتطلع السخانة الجلدة والأعداء وكيكونوا فيهم مثلا الولاسس العروقة كيتزرحو كيطيبو كلما داز الوقت كلما الأعراض كيتطورو في اللول كيمرضوا غير المفاصل الصغار ديال الدين وكيتبعوهم ديال الرجلين وعاد كيمرضوا المفاصل الكبار بحل الركابي من بعد كيولي صعيب على المريض ينوض من الفراش ويتحرك من وراء مدة طويلة ديال الجلوس أو للناس وعاد كيبداوا يبانوا الأعراض الأخرين اللي هدرنا عليهم مقبل وما عندهمش علاقة بالمفاصل أجين ناخدوا وقت صغيرة باش نهدرو على كيفاش كي يعواجوا المفاصل عند الناس اللي مراد بلا بوليارتخيط غيماتويد كيين لديفياسيون كوبيتال كيين لديفورماشيون ان بوتونياغ وكيين لديفورماشيون ان كولدوسين نعودوا الأعراض كاملين بالزربة الحريق ديال المفاصل والعدام السخانة العياء الولاسس طياب ديال العروقاء اللي كيقدر يؤدي سكتا قلبية فقر الدم ومشكل فريال اللي كي صعب تنفس باش يشخص المرض الطبيب كيقلب المريض وكيعطيه تحاليل ديال الدم اللي كيقلب فيهم على هادوك مضادات الأجسام اللي كيضوروا في الدم وكيعطيه احتى الراديو باش يشوف الحالة ديال العظام والمفاصل ومنه كيتأكد من الدياغنوستيك كيدوز للدوا دوا ديال البولياخت خيت غيماتويت طويل حيط المرض مزمين وبهد دوا كيحاول الطبيب يتحكم في الأعراض بمضادات الاتهاب ويتحكم في مضادات الأجسام بالدوايات ضد الغيماتيزم وكل واحد كيتحكم في المناعة بطريقة ديالو كنشكروكم على تتبعكم الحلقة وما تنسوش تابونا وتابونا في فيسبوك وإنستغرام وخليولينا كومنتر التحت إلا عندكم شي سؤال أو الاقتراح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر